هذه نماذج من نصوص ومن أحاديث وردت عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تحدثنا عن الاقتران وعن التقارن بين صفة العلم والحلم في مراتب البشر العاديين حينما نتصف بصفة العلم لا يكون هذا العلم قد اكتسب بعده الكمال إلا بالاتصاف بصفة الحلم والحلم هنا التأدى والتأدى تعني الاتزان الاتزان في أي شيء الاتزان في التفكير فليس من عجلة في التفكير حينما يفكر الإنسان في أمر من الأمور لا بد أن يكون متأكدا من صحة مقدماته من صحة الأسس التي يبني عليها تفكيره هذا هو المراد من التأدى وهو الاتزان الاتزان الفكري وكذلك الاتزان الأخلاقي المراد من الاتزان الأخلاقي أن الإنسان لا يبادر إلى الغضب لأي قضية وكذلك لا يستعجل في إصدار أحكامه فهناك الكثير من الأمور في هذه الحياة الدنيوية ظاهرها شيء وباطنها شيء الحليم هو الذي لا يستعجل في إصدار الأحكام فلا يحكم بالحسن عاجلا ولا يحكم بالقبح عاجلا لربما يتراءى للإنسان الكثير من المعاني التي يمكن أن توصف بالقبح وهي ليست قبيحة في واقعها وربما يتراءى للإنسان الكثير من المعاني التي يمكن أن توصف بالحسن وهي ليست حسنة في واقعها لذلك لابد من الاتزان لابد من التأدة ولذلك الأمير عليه السلام ماذا قال قال لا يكون السفه والغرة في قلب العالم والسفه والغرة هو عدم الاتزان العجلة إصدار الأحكام بسرعة إصدار الأحكام على الأشخاص إصدار الأحكام على الأفكار إصدار الأحكام على أي مظهر من مظاهر الحياة الإنسانية